الموضوع مترو بغداد تحدثت به الحكومات السابقة لكن دون تنفيذ رأيك ما هي أبرز الأمور التي أعاقد تنفيذ هذا المشروع حتى لا؟ قبل لتحدث عن عدم تنفيذ المشروع دعونا نركز على موضوع آخر أنه شمولية هذا المشروع تختلف عن المشاريع السابقة المشاريع السابقة دراست جدوى تخصى من 10 إلى 15% وأقصى حالاتها هي 30% أما هذا المشروع فرح يخدم 85% من العاصمة أقفرق بالمشروعين يعني هذا المشروع لا يشبه هذا المشروع هذا المشروع يكون أوسع هناك أيضا خطة موضوعة لهذا المشروع وكذلك خطط أخرى تتعلق بالجسور والتقاطعات وغيرها حقيقة حكومة الخدمات جادة في هذه الملفات لا ننسى أن هناك إيجابية من الشارع العراقي بدأ يتأكد أن هذه الحكومة جادة بمشاريحها لا ننسى أنه سبب تلك المشروع تعرفون تاريخ العراق السياسي أثر على هذا الموضوع هناك حقبات زمينية تعرض بها البلد إلى حروب متعددة أما ما بعد 2003 فتعرفون أنه الملف الأمني هو السائب للعراق وهو اللي تقريبا كان إلى حصة الأسد من التركيز للحكومة أما حكومة الخدمات فهي مؤكدة وتأكد على أن يكون هناك خدمة للمواطن وكذلك استنفار في عملية التنفيذ وتقدم بنسبة إنجاز المشاريع الخاصة سواء بالنقل أو غيرها